السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين ونشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأمينه على وحيه شهادة نرجو بها صحبته في جنات النعيم اللهم إن هذا إقبال ليلك وأدبار نهارك وأصوات دعاتك فأخفر لنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا تقبل منا وقبلنا وعافنا وعفو عنا وسامحنا والطف بنا واسترنا وفرج كروبنا والمسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفك أسرانا يا رب العالمين اللهم وحد صفنا اللهم وحد كلمتنا واجمع صفنا بمنك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة والأخوات السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله عليكم ورحمته وبركاته تقبل الله صيام الصائمين وذكر الذاكرين وصدقة المتصدقين إنه ولي ذلك والقادر عليها نحن في يوم الثامن يوم التروية هذا اليوم الذي سمي بهذا الاسم لأنهم كانوا ينقلون الماء إلى منا لم يكن في منا ماء وكانوا ينقلونه ليروون أنفسهم يشربون ويروون دوابهم فسمي بهذا الاسم وهو يوم ينبغي أن يقضى في منا حيث يصلي فيها الحاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا من غير جمع ويصلي فجر اليوم التاسع فجر عرفة وأظن الآن صلوا تقريبا في عرفة صلوا لأن الشروق الشمس في عرفة عفوا في مكة سبع دقائق قبل السادسة يعني خمسة وثلاثة وخمسين فهم الآن في يوم عرفة نسأل الله أن يسر على الحجيج حجهم وأن يتقبل ذلك منهم وأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يعتقنا وإياهم من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه فالحجاج الآن سينطلقون بعد شروق الشمس باقي تقريبا أنا أخطأت في الكلام الآن الشروق الساعة سبعة ستة إلا سبع دقائق أما الفجر فقد صلوها فيتوجه بعد شروق الشمس إلى عرفة وبعد ساعة تقريبا سيتوجهون إلى عرفة وينزلون بنمرة وهو واد بين عرفة وبين مزدلفة من السنة أن ينزلوا فيه قبل أن يدخلوا عرفة وأن يخطب فيهم خطبة العيد في مسجد نمرة ثم إذا زالت الشمس بعد الظهر دفعوا إلى عرفة ووقفوا في عرفة في أي مكان من عرفة وهو الركن الأعظم من فاته هذا الركن فاته الحج فلا يصح حجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة ويقضون يومهم في عرفة يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا ولا يصلون فيه المغرب مع أنهم ينفرون من عرفة بعد الغروب ولا يجوز لهم أن ينفروا قبله فإنه كما أوجب الله على الصائم أن لا يفطر إلا بعد غروب الشمس فإن الله أوجب على القائم في عرفة والواقف في عرفة أن لا ينفر إلا بعد غروب الشمس ويتوجه إلى مزدلفة ثم يتم حجهم فهم الآن متوجهون بعد قليل إلى عرفة نسأل الله أن يسر عليهم حجهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد للبيت العتيقي انشغاله بالناس فإنه الآن في شوق عظيم للعباد حيث أن الذين يحجون أعداد قليلة جدا بسبب هذا الوباء نسأل الله عز وجل أن يعجل رفعه عننا وعن المسلمين في كل مكان اللهم آمين إذن نحن في استقبال يوم عرفة هذه ليلة عرفة وسيبدأ التكبير من بعد فجر يوم غد في المسجد إن شاء الله بعد كل صلاة إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وأول أيام التشريق السبت ثم الأحد ثم الأثنين فيستمر التكبير بعد كل صلاة حتى نكبر بعد صلاة عصر يوم الثنين ثم ينتهي التكبير بعد ذلك الوقت وهذه الأيام يوم العيد وأيام التشريق الثلاث حتى العصر أيام ذبح أيام الذبح للأضاحي لكن نحن من ناحية إدارية لا نستقبل الأضاحي بعد صلاة العشاء غد يوم عرفة بسبب إمكانية توصيل الأموال للمنظمات حتى يقوموا بالإعاز لممثليهم في الدول ذات الشأن لذبح الأضاحي وتوزيحها على الناس فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومنهم أجمعين اللهم آمين إذن نحن الآن في ليلة عرفة غدا سيكون يوم عرفة وتعلمون أيها الإخوة والأخوات أن الله عز وجل في الثلث الأخير من كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا طبعا ينزل نزولا يليق بجلاله لا يشابه نزول المخلوقين فإنه أخبر عن نفسه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنزوله ليس كنزولنا وسمعه لا كسمعنا وبصره لا كبصرنا وحياته لا كحياتنا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فمعلوم أنه ينزل في كل ليلة بالليل ولم يثبت فيما أعلم أنه ينزل في النهار سبحانه وتعالى إلا يوم عرفة تصوروا بركة هذا اليوم وشرف هذا اليوم وعظمة هذا اليوم يوم عرفة هذا أكثر ما يعتق الله رقاما من النار وأكثر ما رؤي الشيطان فيه حزينا مرغما حقيرا صغيرا صغيرا في هذا اليوم لما يرى من العفو والرحمة والمغفرة من رب العالمين لعباده سبحانه وتعالى إذن ثبت أن الله ينزل في الليل في كل ليلة أما في النهار فلم يثبت أنه ينزل إلا يوم عرفة ولا أوسع من باب رحمة الله عز وجل والمحروم من لم يجد في هذا الباب أو من هذا الباب مدخلا فلنحرص أيها الإخوة والأخوات على صيامه غدا إن شاء الله والنحرص على قضاء ساعاته وقضاء دقائقه ولحظاته بالذكر والدعاء فليعد أحدكم حاجاته وليعد أحدكم قائمة الطلبات من الكريم من لا تنفذ خزائنه ممن يغضب إذا لم يسأل سبحانه وتعالى فأعدوا أنفسكم أيها الإخوة والأخوات فإن يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس فاستحضر قلبك واستغل وقتك وجهز دعواتك فادع ربك ولا تشك في إجابته سبحانه وتعالى ولا تتردد في فضله وتشك في كرمه ومغفرته وعفوه وإياك أن تنظر إلى ذنبك انظر إلى العفو إلى العظيم إلى الرحيم إلى الكريم لا تقول أنا ذنوب كثيرة ما بيغفر لي إياك تقول هالكلمة بلاش الملائكة تؤمن عليك وتقول لا غفر الله لك فمهما كانت الذنوب مهما كانت المعاصي توجه إلى الله بتوبة خالصة صادقة في هذا اليوم المبارك يوم عرفة فعسى أن تكون من السعداء إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يجعلنا وإياكم أجمعين من السعداء إذن صيام عرفة صيام غد الخميس ثلاثين سبعة النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر سنتين السنة الماضية والسنة القادمة الله أكبر كم ساعة بنصم من حوالي الساعة أربعة وثلاث عشر دقيقة حتى الساعة ثمانية وثلاث عشر دقيقة حسبوها كم ساعة بتكون مش أربعة وعشرين ساعة أقل بكثير ومع ذلك هالدقائق اللي بتصومها بتكفر لك سنتين من صغائر الذنوب أما الكبائر فلابد لها من توبة خاصة نسأل الله عز وجل أن يقدرنا وإياكم على صيامه واستغلال أوقاته بقراءة القرآن والذكر والصدقات نحن عادة بعد رمضان تركنا وضع الكبسة التبرعات لكن في العشر من ذي الحجة رجعنا هذه الكبسة لمن أحب أن يتصدق حتى يسجل نفسه في ليلة عرفة من المتصدقين لبيت الله لهذا الوقف العظيم هذا المسجد المبارك أثره عميم على جاليتنا في كل بيت من بيوتها لله الفضل ثم لهذا المسجد ولله الحمد والمنة فلا تتوانوا بالصدقة والجارية لهذا البيت المبارك لهذا المسجد إن شاء الله الليلة الدرس هو من وحي المناسبة وهو يوم عرفة ويوم العيد وإيام التشريق وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة ماذا قال فإن قوله عظيم وهو دستور ومنهاج للأمة بل للبشرية لو عقلت البشرية وأحسنت إلى نفسها وتبعت طريقة سعادتها لتمسكت بكل كلمة قالها عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قيل أنه خطب ثلاث خطب عليه الصلاة والسلام لما هو أولا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس تسع سنين جلس في المدينة ما حج ولا مرة عليه الصلاة والسلام ثم أذن عليه الصلاة والسلام في الناس في العاشرة سنة العاشرة من الهجرة يعني نحن بنعد من سنة بنقول الأولى من الهجرة الثانية من الهجرة الثالثة من الهجرة وهكذا في السنة العاشرة أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يرجو أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يصحبه في حجته وأن يعمل مثله ويقتدي بفعله كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم نحن هنا في أمريكا لما بنسمع أو في المشرق أنه عالم كبير من العلماء موثوق ومحبوب وداعي وصادق ويقول كلمة الحق وثقة وزاهد بده يحج الكل بتمنى يكون في حملته وفي رحلته أليس كذلك فكيف إذا كان الحاج هو النبي صلى الله عليه وسلم فتتوقع في حد يقدر يوقف على رجليه ويتحرك من الصحابة ترك الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويستن بسنته ويهتدي بهديه ويقلد النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله فخلق كثير عشرات الآلاف خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليحجوا إن شاء الله في هذه العجالة سنتحدث عن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نتكلم عن وصف حجته فربما الحج معروف وتفاصيل الحج لكن ماذا قال وما هي الدلالات لما قال وما هي الدروس التي تستفاد مما قال عليه الصلاة والسلام وأين الأمة الآن مما قال عليه الصلاة والسلام أوصى في هذه الحجة عدة وصايا ووجه عدة توجيهات عليه الصلاة والسلام وين احنا منها هل حفظنا النبي صلى الله عليه وسلم في وسيته هل حفظنا النبي صلى الله عليه وسلم في كلماته ولا الأمة أدارت ظهرها له ولكلماته ولوصاياه وانشغلت بس بالمظاهر لما بصير موعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم تنشغل الأمة بالمظاهر بالحلوة وبالأناشيد وبتعطيل الدوائر الرسمية وبالأغاني بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنها تبيت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونها وفي كل أمر هام من أمورها فحب النبي صلى الله عليه وسلم مش بالأغاني ولا بالأناشيد ولا بالإغلاق إغلاق الدواء الرسمي وحب النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع باتباعه عليه الصلاة والسلام وتنفيذ أمره والاقتداء به عليه الصلاة والسلام سميت تلك الحجة حجة الوداع ما حجش غيرها عليه الصلاة والسلام ليش سميت بهذا الاسم ابن عمر بيقول والله كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ما بنعرف ليش نقول ما بنعرف شو يعني حجة الوداع وفي رواية عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحج الذي حجه وقال هذا يوم الحج الأكبر عليه الصلاة والسلام فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع هذه رواية قوله ولا ندري ما حجة الوداع كأنه شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أثناء كلامه فتحدثوا به وما فهموا أن المراد بالوداع وقتها ما عرفوا أن المراد بالوداع أنه النبي صلى الله عليه وسلم بودع فيه وأنه وقته قرب وكان مما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه بن عباس قال هذا خبر نعي النبي صلى الله عليه وسلم هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله إياه ابن عباس وهو ترجمان القرآن ما فهموا بالوداع وداع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقعت وفاته بعد وقت قصير من انتهاء الحج فعرفوا المراد وعرفوا أنه ودع الناس بالوصية التي أوصاهم بها أن لا يرجعوا بعده كفارا وأكد التوديع بإشهاد الله تعالى عليهم بأنهم شهدوا أنه قد بلغ ما أرسل به إليهم فعرفوا حينئذ المراد بقولهم حجة الوداع كما ذكر ابن حجر في فتح الباري أما عدد خطبه صلى الله عليه وسلم في حجته ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثلاث خطب قريبة من بعضها لكنه كرر للأهمية القصوى وللتأكيد على هذه الأمة يقال كان معاه 130 ألف صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وسيئة الحديث المئة وثلاثين ألف هؤلاء كيف سمعوا خطيب بغطب على هضاب ووديان في عرفة وفي مكة كيف الناس 130 ألف إحنا هذه اليوم نقطع معنا التلفون السماعة برنا نصلي على جنازة فيش 200 واحد ما سمعنا حتى كلفنا عشرين واحد يبلغ فكيف 130 ألف يسمعوا كل كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيئة الحديث إن شاء الله فخطب ثلاث خطب الأولى كانت يوم عرفة على ظهر جبل عرفة والثانية كانت يوم النحر بميناء يوم العيد والثالثة أوسط أيام التشريق بميناء أو ما يسمى بيوم الرؤوس وسيأتي ماذا تعني هذه الكلمة بميناء أما بعرفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في عرفة وافق أن الحج كان الأكبر كان يوم عرفة يوم الجمعة وعليه أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة شوفوا كم هذا اليوم عظيم يوم عرفة ولذلك نصومه ونحتفل به على طريقتنا ما بنحتفل لا بأغاني ولا بمهرجنات طريقتنا هي الصيام والذكر هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن والصدقات والصدقات وبعد عرفة الأضاحي يوم العيد وهكذا فحري بنا أن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس خطبة عظيمة بليغة قال عليه الصلاة والسلام فيها المئة وثلاثين ألف اللي حوله إن دماءكم غريب يبدأ بها الكلمة يبدأ بالدماء النبي صلى الله عليه وسلم ويكررها مرارا عليه الصلاة والسلام إن دماءكم ثم قال وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع ودماء الجاهلية موضوعة يعني موضوع يعني باطل ودماء الجاهلية باطلة ما في الآن قصاص ولا ثارات انتهت الجاهلية وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ببدأ في حالي وبجماعتي بعشيرتي بعيلتي أول دم بعفي عنه دم هذا الطفل ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد وصار قتال بين بني سعد وهذيل فهذيل أجاه حجر من هذيل فقتله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أول دم أنا بدي أعفو عنه ما حطالب فيه اللي في الجاهلية انتهى هدم تحت قدمي وربا الجاهلية موضوع باطل وأول ربا أضع ربانا مش ربا هو ربانا عمه يعني عمه العباس كان تأجر كبير واموال كثيرة قال أول ربا يعني أبطله ربا عباس بن عبد المطلب عمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عموما ومن سلك دربهم من الدعاء ينبغي أن يلاحظوا هذه الملاحظة وهو إذا أمر الناس بشيء يكون هم أول المنفذين حتى يقتدي بهم الناس وتنشرح صدورهم لدعوتهم وكلامهم وإلا بيكون يعني الدعاوة ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء أي كلام يعني الناس يعني مثل ما بيقول القائل من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه وحال رجل بألف رجل حال رجل بألف رجل أفضل من وعظ ألف رجل لرجل حالك تصرفاتك أخلاقك معاملاتك هذه هي اللي بتأثر أكثر من محاضراتك وخطبك وكلامك فإذن حال رجل بألف رجل خير من وعظي ألف رجل برجل فالأنبياء كانوا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أنا أول اللي بلتزمه فالنبي صلى الله عليه وسلم دمنا عفين عنه ربانا برضو مش عايزينه ونبطله ثم انتقل فقال فاتقوا الله في النساء شوفوا التسلسل فإنكم أخذتمهن بأمان الله أمان الله عهد الله يعني واستحللتم فروجهن بكلمة الله العقد الإجاب والقبول هذه هي كلمة الله هذا العهد للرجل قبل ما يعطيه للمرأة بعطيه لربنا نحن الحقيقة يعني كثير بنجهل هذه القضية وكثير بنوقع ظلم يعني في هذا الحديث أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجب للمرأة وماذا يجب عليها وأنها إن خالفت فإنها تؤدب سيأتي تفصيل هذا لأن بعض الناس أبيوز بفكر أن المرأة فقط هي خلقت للأدى الجسدي والعدوان عليها حتى أصبح الأمر ظاهرة في كل الدول وكل العروق وكل الجنسيات وكل الأتباع الديانات اللي هو ظلم المرأة حتى أصبحت أنشئت جمعيات كثير منها على حق وبعضها على باطل للدفاع عن حقها فلما تعرضت له من عدوان وأذى جسدي يصل إلى حد القتل الموت والعياذ بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي تو طالع من مجتمع شو اللي 23 سنة كثير يعني 23 سنة بتغير أمة جماعة كانوا يدفنوا بناتهم على قيد الحياة والمرأة ليست بشيء وتورث كما تورث الأنعام والدور وغير ذلك لا قيمة لها ولا كرامة لها ولا تملك شيئا في الغالب فجاء الإسلام ورفع من شأنها حتى أعطاها كامل حقوقها لأن الله عز وجل قال للرجال والنساء قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام ختم هذه الخطبة وسأتي شرحها كلمة كلمة وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ما قالش السنة ما قال كتاب الله وسنة قال في أحاديث أخرى أشار إلى السنة عليه الصلاة والسلام لكن هل يكفي أن يقول كتاب الله أيها المسلمون اللي بتسمعوني أنتوا الآن طبعا يكفي لأن كتاب الله متضمن الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام أليس كذلك؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله هذا أمر معروف وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ستسألوا عني أني أنا بلغت ولا لا قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات هذه الخطبة فيها معاني قد جمعت أصول نسمع منها تحريم الدماء والأموال وجعل حرمتها كحرمة الشهر الحرامي والبلد الحرامي ويوم عرفة هذا أمر ما كانوا العرب يشكوا فيه وما كانوا بنازعوا فيه مسلم عندهم وإلا كان ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الأموال بحرمة البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام كانوا ما ينازعوا فيه في حرمة البلد الحرام ولا في الشهر الحرام كانوا يتلاعبوا فيها قبل الإسلام اللي هو النسيء لكن إذا أقروا أن هذا شهر حرام كانوا يعظمونه ويحرمون النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم الأموال والدماء والأعراض حرمتها مثل هذا اللي بتحرموه شو الفرق يعني تعتدوا ما بجوز تعتدوا لا تعتدوا عليها في الشهر الحرام لا تعتدوا عليها في أي وقت إلغاء شعائر الجاهلية وشعاراتها ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم وأبالغ في إلغائها وأرغم أنف كل من يتعاطف معها لما قال تحت قدمي في أكثر من هيك إهانة للجاهلية وأعرافها وعقائدها وعاداتها ما في أكثر من هيك إهانة تحت قدمي اليوم الناس بعضهم بزعلوا لما تقولوا هذا من أمر الجاهلية يعني لما بتحدثوا مثلا عن الإقليمية عن العنصرية أنه أنت من أي بلد أنا من أي بلد لا هذا البلد أحسن لا هذا أفضل هذا اللون أفضل لا الأبيض أحسن من الأسود لا الأسود مستودون هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم جعله تحت قدمه وحرم التفاضل على أساس الأعراق والأجناس والألوان عليه الصلاة والسلام فوضع هذا تحت قدمه دعوها فإنها منتنة إنك امرئ فيك جاهلية لما قال لبلالي بن السوداء أبو ذر فإلغاء شعائر الجاهلية وشعاراتها حتى لو ظهرت هذه الشعارات بالقرن 21 حتى لو تكلم بها من يسموا بينغوسين علية القوم وهم ليسوا كذلك أو المسؤولون الكبار تكلموا فيها كبار ولا صغار النبي صلى الله عليه وسلم حطها تحت رجله حطها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه فبدنا نحطها تحت أقدامنا هذه الجاهلية كما وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الأمر الثالث إبطال الثارات التي كانت بين القبائل في جاهليتهم يقتل ولد روحه يقتل رأس العيلة الثانية فالإسلام ألغى هذه الثارات ولم يأخذ أحد بجريرة أحد ولا تزير وزيرة وزيرة أخرى وضع الربى الذي كان منتشرا بينهم وكما ذكرنا العباس كان أول من نفذت فيه هذه السياسة والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في هذا والمقصود وضع الربى وضع الزيادة ليس كل ماله راحي يعني المقرض واحد ألف درهم وبدو يأخذ عليهم ثلاثمائة درهم اللي وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ألغى اللي يحطوا تحت قدمه الثلاثمائة الزيادة ليس بنا نأخذ حقه كمان حقه برجعهم لا تظلمون ولا تظلمون أيضا الوصية بالنساء وما عليهن من الواجبات وكيفية التعامل مع الناشز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورد في هذا الحديث مسألة الضرب والجهل من المسلمين فاهمة من هذا الضرب هو الضرب الأذى الجسدي إيقاع الأذى الجسدي ولذلك من يشتكي من النساء كثير من الأحيان تكون معورة مترك عليها علامات مترك عليها اللي عينها زرقة واللي جسمها أحمر وجهلا منه يقول ما هو هيك القرآن حكا وهيك النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المقصود هنا لمن توعظ وتنصح مرة بعد مرة ثم تهجر ثم آخر شيء آخر العلاج الكي اللي هو الأذى النفسي ليس كأن تمسك يعني نابكن وترمي على زوجتك تشعر إنك غضبان إنك زعلان يعني لازم نغير ونبدل لو حصل ضرب عدواني اعتداء هنا يطبق مبدأ القصاص مش هيك هيك الرسول صلى الله عليه وسلم أم لما كسرت السن بنت الربيع قال سن بسن النبي صلى الله عليه وسلم شريعة الله القصاص هكذا أخبر الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فلو اعتدى ضربا يقتص منه لكن ما بتقتص منه الزوجة يقتص منه القاضي إذا اعتدى عدوانا وتسبب بأذى بكسر أو غير ذلك حتى يعرف الرجال أنه الأمر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأكرم الرجال من لا يضرب وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدونكم سيرة عليه الصلاة والسلام ما ضربا زوجا ولا خادما ولا ولدا ولا دابة ولا شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام فاللي بده يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكلام النبي هذا فعل النبي هذه ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم لأوامره ما ضرب أحد أبدا عليه الصلاة والسلام إلا أن يجاهد في سبيل الله من يقوى على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا أولادنا بجوزة احيانا نشتهد ومن من أدينا ولا أزواجنا ولا زوجاتنا برضو يعني حصلوا عندي بعض الكيسز يعني العكس وإن كان قليل جدا غالبا الأذى يقع من الرجل على المرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدا البتة عليه الصلاة والسلام الوصية بكتاب الله عز وجل ولزوم التمسك به وهذا هو بيت القصيد هذا هو الميزان الأمة أدارت ظهرها لهذا الكتاب فانظروا إلى حالها انظروا إلى أحوالها انظروا إلى أمنها وأمانها كرامتها حريتها اقتصادها سعة أرزاقها ورغد عيشها كله في الحضيط إلا فئة قليلة جدا كما أخبر الله عز وجل وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة الله يقول في آخر الآيات وبئر معطلة وقصر المشيد السبب إهلاك الأمم بئر ناس مش ملقين مياه يشربوا وبالمقابل ناس قصورهم في السماء فهذا من دواعي هلاك الأم نعوذ بالله فالالتزام بكتاب الله عز وجل ومن لوازم التمسك بالكتاب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفظة هذا في القرآن يبقى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الالتزام بالكتاب وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هكذا يقول الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فكل هذا يدل على أن القول بأن يوصين النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب أي ويوصين بالسنة قوله عليه الصلاة والسلام فيها كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هذا التأكيد على التحريم وتشديد عليه يعني حرام عليكم أن تتعرضوا لدماء بعضكم وأعراض بعضكم وأموال بعضكم مثل حرمة هذا اليوم فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ لأنهم كانوا لا يرون استباحة هذه الأشياء وانتهاك حرمتها بحال هذه الأيام المباركة والأشهر المحرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه ما في فرق تحت قدمي إشارة إلى إبطاله كما بيّنا يقول إن كل شيء فعله أحدكم من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ما تطالب فيه هذا أمر قد زال في هذه الجملة يقول النووي إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض وأنه لا قصاصة في قتلها وأن الإمام وغيره ممن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ينبغي أن يبدأ بنفسه كما ذكرنا قوله ودماء الجاهلية موضوعة أي متروكة وباطلة لا قصاصة فيها ولا كفارة وأعاد هذا الكلام للاهتمام وذكر أن أول دم يضعه من دمائهم هذا الطفل الصغير الذي كان يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر وربا الجاهلية موضوع وذكر عن ربا العباس أنه أول من يضعه عليه الصلاة والسلام وذكره للنساء والحرص على القيام بحقوق النساء والوفاء بشروط العقد وأنه أولى الشروط وفاء ما استحللتم به الفروج النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس بساوي عقد إجارة عقد بيع عقد شراء عقد اللي هو وعقد الزواج بيقول أولى الشروط أولى العقود أو أولى الشروط الوفاء بها أنك يجب أن توفي بها وتسارع وهي من الأهمية بمكان ما ترتب على عقد الزواج وأيضا كانت عادة العرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه قال المازري قيل المراد بذلك ألا يستخلين بالرجال وليس مقصود هنا الزنا لأن الزنا حرام وفي الحد حرام من اللي بتحبه من اللي بتكرهه يعني من صحابك حرام ومن غيرهم حرام لكن المقصود من يكرهه الزوج قال القاضي عياض يبين هذا قال كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء هذه كانت عادة العرب قبل يعني التشريعات اللي نزلة ممكن واحد يقول لي يا سلام احنا بنتحدث ليل النهار مع النساء بدخل على الكاشير وبقولها كذا وبروح على المطعم وبقول للمرأة كذا بروح على النيرس وعى الدكتورة مش هذا المقصود المقصود حديث الرجال مع النساء للتسلية من غير حاجة هذا كانت هيك عادة العرب زمان ايضا سيستغربوا بعضنا لانه طبعا عادتنا هالسهيك احنا العرب هذا لا يجوز عشان هيك جاء الاسلام كان مكان عندهم عيب العرب ولا ريبة فيه فلما نزلت آية الحجاب نهاهم الله عن ذلك ما في داعي للحديث مع النساء من غير حاجة ولا بنتسلّة نحن 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 مملكون começar في العرب أختي عمتي خالتي بنتي حفيتتي أما جارتنا ومرت أخوي وصديقتي في العمل ومش عارف التقيت بوحدة والله أعجبتني عندها أفكار عن القضية يعني بتخدم القضية كل كلام هذا ماله داعي فالحديث مع النساء للتسلية ومن غير حاجة ممنوع شرعا كان في العرب عند العرب فممنوع ماله داعي أما إذا فيه داعي ما فيه حرج بالأطر الشرعية والخلق والأدى فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي فيما تعرف عليه الناس فمن كان دخله ألفين دولار بالشهر الكسوة والطعام والشراب والسكن والسيارة مش مثل اللي دخله بالشهر عشرين وثلاثين هذا المقصود وما يبخل الإنسان ما يبخل اللي يبخل يبخل على حاله وفي ذلك ظلم فأولى الناس الاستبتاع بمالكة هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعيل هذول أولى الناس فينبغي أنه الإنسان يحرص على إكرام أهله وما أجمل الكريم ما أجمل الكريم خلق الكرم عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكريم جدا وأعتق امرأة مشركة لأنها كانت بنت حاتم الطاي أخت عدي قال هذا أبوها كان يذبح الفرس لضيف أعتقوها كانت بين اللي أخذ الأسيرات قال وأنتم مسؤولون عني أي عن تبليغي هل أنا بلغت فما أنتم قائلون في حقي قولهم قد بلغت أي الرسالة وأديت أي الأمانة ونصحت أي الأمة قوله اللهم اشهد أي على عبادك بأنهم قد أقروا بأني قد بلغت أو المعنى اللهم اشهد أنت إذ كفى بك شهداء هذه خطبة وستكون الخطب متداخلة تقريبا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه في مثل هذه المناسبة العظيمة لمجتمع له عدد في حياته كمجتمع له في حجته عليه الصلاة والسلام حجة الوداع خطبة يوم النحر اللي هو يوم العيد خطب عليه الصلاة والسلام جاء ذلك في أحاديث منها حديث أبي بكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب متواليات يعني وربعات رمضان شهر تسعة دو القعدة شهر عشرة دو العفوان شوال شهر عشرة دو القعدة شهر 11 دو الحجة شهر 12 والمحرم هذا بيكون شهر واحد ثم رجب يأتي بعد ذلك رجب فبعيد عنها يعني فمتتالية واحد بعيد عن هذه الأشهر المتتالية اللي هو رجب يقع بين جماءة جمادة وبين شعبان قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال إحنا سكتنا وظننا أنه حيسمي باسم آخر وبعض العلماء قال لا سكتوا أدبا هيك كانوا الصحابة متأدبين ما يفتأتوا على النبي ما يستعجلوا بالجواب على النبي صلى الله عليه وسلم إما هذا وإما هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمي البلدة غير اسم فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم نفس الكلام وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا تصوروا إعادة الكلام في عرفة قال عن الدماء والأعراض والأموال لأنه من هنا يؤتى الإنسان ما حي يعبد الإنسان صنم ما حي يعبد المسلم صنم غالما ما حي يعبد صنم ولا حيكفر في الله عز وجل لكن المعاملات بيبيع دينه بينكر الأمانة بتعطي قرض بصير تدور وراء دوارة بتترجاه يا ابن الحلالة جيتني وانت بتبكي وبتقول لي أولادي وهي بيجيب لك ذهب مرة يقول لك ما بدي أجيب إشي بس رجع بالوقت معك سنة وصال له عشر سنين بدور وراك فاللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما الذي سيقع بما سيقع الآن بعض اللي يسموها لهم مستثمرين يأخذوا من الناس ملايين وبضيعوها وبنكروا بعضها وبتحايلوا بيقولوا ما إلك إلك والله كريم وسنين وهم بالنسبة لهم حياتهم ودورهم وسياراتهم وعمراتهم ليل انهار شغالين وعند أرباح الناس وأموال الناس يديرون لهم أظهرهم وما عاد يردوا على تلفوناتهم فأنا أحذر الإخوة في الجالية والأخوات ما تتساهلوا في التوثيق ما تثقوا بس يعني واحد أجاك ودير بالك من أنه يا أخي والله بلحية ولحية طويلة هذا اللي كفه يعني بوجع كثير أبو اللحية فدير بالك دير بالك وخليك واعي وصاحي وقبل ما تغيص مثل ما بقولوا العرب فالنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك وقد وقع وأعاده مرارا أما الدماء فحدث ولا حرج شوف ليبيا يا سيدي شوف اليمن دمروا اليمن خربوا بيت اليمن ربنا يكشف الغمة عن اليمن ويحمي أهل اليمن ويوحد صف أهل ليبيا المجرمين بيجيبوا مرتزقة من آخر الدنيا وبتفعلهم بالملايين يذبحوا المسلمين شوفوا سوريا وشو اللي صار في سوريا شوفوا مصر وعشرات الآلاف من المعتقلين وبدوا يحارب ليبيا وتارك في الشمية عند المصريين ما فيه أثيوبا راحت في النيل وانتهى الموضوع وبيحارب قاعد على الغرب على ليبيا وناسي الشوكا اللي في حلقوا من الناحية الشرقية فإنا لله وإنا إليه راجعون النبي صلى الله عليه وسلم اللي تنبأ فيه وقع وقع في الأمة تنكرنا لوسيته ما حفظناه في دينه ولا حفظناه في وصيته ولا حفظناه في آخر أيام عليه الصلاة والسلام آخر أيام وبيوصينا وصية مهمة جدا شوفوا الوالد من غير تشبيه لما بيكون عارف بده يموت بنازع قالوا له أنت سرطان ومعك ستشور كيف وصيته بتكون لأولاده من قاع قلبه يعني كل أغلى إشي عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه ماشي عارف أنه مغادر عليه الصلاة والسلام وبيوصينا أخضر الوصايا ومع ذلك درنا ظهرنا إلها وما أطعنا ولا استجبنا ولا حفظنا النبي الله عليه الصلاة والسلام في دينه ولا في وصيته عليه الصلاة والسلام قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد ضلال يضرب بعضكم رقاب بعض والله بنضرب يا رسول الله والله بنقتل يا رسول الله والله الآن بمئات الألاف اللي قتلوا من أمتك من الموحدين يا رسول الله بأيدي موحدين إنا لله وإنا إليه راجعون يقول ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه وكان حديث عبد الله بن عمر أيضا في هذه الخطبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا شهرنا هذا قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا بلدنا هذا المكة قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا يومنا هذا يومنا حر هذا أعظم يوم قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم مرة أخرى إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت ثلاث مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك يجيبونه ألا نعم نشهد قال ويحكم أي ويلكم لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض والله النبي صلى الله عليه وسلم ما دار من هنا ظهره إلا قتلوا عمر رضي الله عنه وإلا الخوارج خرجوا على عثمان ونثروا الدم على مصحفه وهو يقرأ القرآن وإلا خرجوا على علي رضي الله عنه وقتلوه وإلا صارت صفين وإلا عشرات الألاف من المسلمين ومن الصحابة قتلوا ومثل ما قالوا عمر رضي الله عنه لصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة عن الفتنة التي تموج موج البحر قالوا ما لكم ما لها يا عمر هذه دونك بينك وبينها باب قالوا يفتح ولا يكسر قالوا يكسر قال لا أم لك وددت أنك لو قلت يفتح كان ممكن يسكر بس يكسر مش هتصلح قالوا له لها حذيفة بعرف عمر مين الباب قال لا بعرف بعرف مثل ما نعرف بقرة بعرف أنه هو الباب عمر ولما قتل عمر فتح الباب ولم يغلق للآن والسيف رفع ولم يوضع للآن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام إنا لله وإنا لها راجعون حديث سليمان بن عمر بن الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس أي يوم هذا قالوا يوم الحج الأكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الله أطلعه على حال الأمة قال ألا لا يجني جان إلا على نفسه ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده يعني اللي بفعل جريمه اللي يحاسب مش واحد بقتل نقتل أبو اللي بجرمه اللي يحاسب ولا تزر وازرة وزر أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به ما حجيبوا أصنام متساو مثل أبو لهب وأبو جهل حجيبوا محرمات حجيبوا منكرات حجيبوا تخونوا الله ورسوله حتبيعوا تشتروا في دين الله عز وجل والشيطان مبسوط عليكم فهذا يعني منكم كفاية نعوذ بالله هذا اللي وقع في بلاد المسلمين وفي رواية ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحلى من نفسه وحديث أبي أمامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطء هذه الخطبة اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم عكد النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في هذه الخطبة خطب عظيمة يحرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأشهر الحرم ويبين عظمة يوم النحر وهو أعظم يوم يوم العيد ويعظم حرمة مكة وأنه لا يجوز أن تجرح هذه الحرمة هذه بلد محرمة مكة المدينة البلاد المقدسة المسجد الأقصى فلا يجوز الاعتداء عليها بالاحتفالات والمهرجنات والغناني والرقص ويؤتى بعارضات الأزياء في الأرض المباركة إنا لله وإنا لا يراجعون بعمل المسابقات هنا كاف نيكد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حرام عليك تقول الله هذه بلد عظيم بلد كريم فلاش ربنا يعجل لكم بعقوبة وربنا سبحانه وتعالى يأخذ النعمة منكم اللي رزقكم إياها ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار ما في داع بدل النعم لكفر بدل الشكر وإلا فعذاب الله شديد سبحانه وتعالى عذاب الله سبحانه وتعالى شديد نسألوا كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد بيان أن الدماء والأموال والأعراض محرمة كما ذكرنا من قبل النهي عن الاختلاف والافتراق الذي ينشأ عنه التهارج والاقتتال شوف الأمة صراعها فيما بينها يعني شوف لك أي نشرة أخبار أقعد على أي نشرة أخبار على تلفزيون عربي وشوف اللقاءات والتصريحات والمؤتمرات والتجهيزات والمناورات والجنود والجيش والطيارات والعوين متوجهة عن بعضنا يا للأسف إنا لله وإنا لا يراجعون لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله قدر الله ما شفعل قدر الله نافذ النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه بالله على أن هذا سيكون لكن قدر الله عز وجل نافذ كل الذي نسمعه يشد على بعض أبدا ما في يعني في 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 اجتماعاتهم ولا تصريحاتهم ولا مداولاتهم خير للأمة إنما هو تحريض على بعضهم البعض بيان أن كل إنسان يؤخذ بذنبه ويتحمل تبعات عمله ولا يؤخذ غيره بذلك خلافا لمكان يفعل الجاهلية من تحميل الأسرة كلها أو القرابة أو القبيلة جريرة واحد من أفرادها والجاهلية موجودة الآن كلما صار ناس بدو أو فلاحين أو كذا وصار قتل أو كذا بروح يقولوا احنا ما نقتل القاتل القاتل هذا هامل ما بسوأ يعني سنس هذا احنا عايزين الشيخ البلد الشيخ العشيرة أو أشهر واحد دكتور الكبير فيه هذا اللي احنا نضرب راسه ما بدنا هذه الجاهلية ما زالت موجودة الثأر للآن للتحذير من طاعة الشيطان فيما يحتقر من الأعمال ديروا بالكم ديروا بالكم من اللعين اللعين ما هيقول لك صلي لغير القبلة ولا هيقول لك صلي لغير الله لكن حيفتنك في مال حيفتنك في ماء في نساء حيفتنك في رجال حيفتنك في زنا حيفتنك في خمر في قمار حيفتنك في أعراض اللسان شغال على فلان وفلان يلغ هذا اللسان في أعراض الناس من غير حجة ولا دليل يعني الله عز وجل الحرم علينا ذلك التأكيد على الأخوة في الدين وعدم استحلال المسلم لأخيه المسلم في نفسه أو ماله أو عرضه بل لغير المسلم الحرام حتى على غير المسلم أكل أموال الناس بالباطل محرم مسلم وغير مسلم الوصية بالتقوى والصلاة الصلاة الصلاة هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أنها أول عرى الإسلام ستنقض إن عرى الإسلام ستنقض عروة عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة صير تلاقي مسلم ما بصلي يقول أنه مسلم يا سلام والله مسلم أكثر منك ونائلي حجز في الجنة قبلك بس الصلاة يا شو يعني الدين في القلب مش لازم أصلي مش لازم أتحجب مش لازم آجع الجامع مش لازم مش لازم مش لازم ومش عارف شو الانتساب هذا من تسبل الإسلام الأمر بحمل العلم وتبليغه لمن لم يحضره فقد يكون هذا الذي يبلغ أفقه من الذي حضر والذي سمع أيضا لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم إني بلغت الرسالة ولما يقول يوم حرام يعني يحرم فيه القتال وكذلك الشهر وكذلك البلد هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في جملة قال هل ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ هل المسلمين المؤمنين إذا قاتل بعضهم بعضا بكفروا كفر أكبر؟ لا ثمن أقوى للعلماء فيها كما ذكر أهل العلم قول الخوارج قالوا يكفر؟ بصير كافر وهذا طبعا باطل الثاني في من استحل قتل المؤمن بصير كافر معناه صحيح الثالث المعنى كفارا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين الرابع وهو الراجح تفعلون فعل الكفار في قتل بعضكم بعضا هذا مش شغل هذا مش فعل المسلمين والمؤمنين ببعضهم هذا فعل أعداءهم فيهم مش فعلهم هم في بعضهم هذا رجحه الإمام النووي رحمه الله الخامس لابسين السلاح يقال كفر درعه إذا لبس فوقها ثوبا غطاها يعني السادس كفارا بنعمة الله السابع المراد الزجر عن الفعل والتشديد يعني والتخويف والترهيب وليس الظاهر مراد الثامن لا يكفر بعضكم بعضا كأن يقول أحد الفريقين للآخر يا كافر ما حد يكفر الثاني لكن مثل ما قلنا الراجح هو الرابع قوله ألا لا يجني جان على نفسه قلنا هذا معناه ولا تزر وازرة وزر أخرى اللي يأخذ اللي يعمل جريرة أو جريمة يأخذ بها ولا يأخذ غيره بها ألا وإن الشيطان قد أيس ذكرنا أن يعبد من دون الله ولكن ستكون للشيطان طاعة فيما تحقرون من أعمالكم التي هي دون الكفر من القتل والنهب والخيانة والزنا وشرب الخمر والقمار والطعن في الأعراض والسرقة الحرمنة والدجل وخيانة الأمانة هذا الكلام للأسف موجود الآن في المسلمين كثير موجود في المسلمين كثير وصال واحد قبل ما يتعامل مع مسلم عدل العشرة والله شيء محزن المفروض أكون أنا بأمان كانوا المسلمين أجدادكم لما يروحوا على بلاد غير إسلامية يفتحوها كان الناس وبدهم يرحلوا يخلصوا يقولوا الناس مشان الله خليكم احنا ما شفنا عدل مثل هالعدل ولا أمانة مثل هالأمانة ولا صدق مثل هالصدق ولا حرية وكرامة مثل اللي أجان منكم يا جماعة ما ترحلوا ولا تتركونها هكذا كانوا احنا الآن للأسف يعني في قوانين ربما غيرت وبدلت بسبب أخلاق بعضنا واللي مثلنا من الجاليات الأخرى لأن الناس كانوا في أمان فصار الآن الكذب والتزوير وكسر أكل أموال الناس الباطل ما يسمى بكسر أو حرق المحلات مشان يأخذوا التأمين أو تطليق الزوجة مشان يأخذوا المساعدات وتروح تقول no he is my boyfriend مش زوجي كلام مؤمنين هذا كلام مسلمين إنا لله وإنا ليه راجعون هذه الواحد بيقولها بمرارة يعني وبتردد أنه يقولها لكن لابد من التنبيه عليها مشان ننتهي عن مثل هذه الأخلاق أيضا خطبة أيام التشريق النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أيام التشريق خطبة دل عليها حديث سراء بنت نبهان ابن عمر الغنوية رضي الله عنها قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس قالوا الرؤوس لأنهم كانت في أيام التشريق وسمي بالرؤوس لأنهم كانوا يأكلوا رؤوس الهدي بعد ما يذبحوا يأكلوا الرؤوس قال أي يوم هذا قلنا الله رسول العالم قال ليس أوسط أيام التشريق ثم قال أبو داود عن عم أبي حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال هل تدرون أي يوم هذا قالوا وهو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس قالوا الله رسوله أعلم قال هذا أوسط أيام التشريق هل تدرون أي بلد هذا قالوا الله رسوله أعلم قال هذا المشعر الحرام ثم قال إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم الحديث كما ورد معنا في الخطب السالفة ألا هل يبلغ أدناكم أقصاكم ألا هل بلغت وقد تضمنت خطبته عليه الصلاة والسلام أيضا التأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض وهذا الذي قلنا أنه وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن يحذر من هذا الأمر العظيم ثلاث مرات في حجته ثم يقع بعده مما يدل على علمه بما سيقول إليه حال أمته أو أنه توقع حدوث ذلك فكرره وأعده ولكن قدر الله تعالى نافذ أيها الإخوة ومشيئته ماضية وغلابة الإشارة إلى توديعهم لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا بيان أن الناس سيرجعون إلى ربهم ويسألون عن أعمالهم ما خلقنا الله في هذه الدنيا عبثة سنعود إليه وإي حاسبنا الأمر بتبليغ وصاياه عليه الصلاة والسلام وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا إحنا قلنا 130 ألف وإحنا في منازلنا يقول ففتحت أسماعنا الله قوس معنا كان هذا من يعني من كرامة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حدث بحديث سمعه الناس عوله مهما كانوا بعيدين ومن علو شرفه عليه الصلاة والسلام قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا كلمة كلمة يسمع وإحنا كل واحد منزل يعني فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار عليه الصلاة والسلام أي اتسع سمعنا سمع آذاننا وقوي لما سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا من بركات صوته إذا سمعه المؤمن قوي سمعه واتسع مسلكه حتى صار يسمع الصوت من الأماكن البعيدة ويسمع الأصوات الخفية قال ونحن في منازلنا ما طلعوا له عليه الصلاة والسلام لم يذهبوا لسمع الخطبة بل وقفوا في رحالهم وهم يسمعونها ولعل ذلك في من كان له عذر ولا لما عنده عذر هرعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر عنده واستمع النبي صلى الله عليه وسلم استمع للرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا يمكن أن يتردد عن الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم والاستماع له في كل هذه الحجة الحجة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة الوحيدة اليتيمة فيها من هذه التوجيهات العظيمة اللي حريبنا أيها الإخوة يا من تسمعون ومن تبلغون ممن تعرفون وتحبون هذه التوجيهات النبوية العظيمة والأوامر الشرعية حتى تكون نجالنا إن شاء الله يوم القيامة وأيضا من فعلنا في دنيانا إن شاء الله تعالى أذكر الإخوة والأخوات ببعض الإعلانات كما تعلمون أنه أقول هذا بحزن وألم ألغيت صلاة العيد بسبب عشرات الحالات التي ظهرت في الجالية في من نعرف من الناس من الكورونا وربما مئات المخالطين إن لم يكن أكثر فاضطررنا إلى حصر هذا الأمر حتى لا يتفشى إن شاء الله بزيادة نسأل الله أن يحفظكم ويحفظنا جميعا من كل سوء إنه ولي ذلك والقدر عليه نسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا اللي سقطوا في هذا وفي غيره ثم أذكر بأن الأضاحي سنستمر في استقبالها إلى يوم إلى بكرة العشة إن شاء الله مرة أخرى أذكر بصيام بكرة عرفة إن شاء الله صلاة الجمعة يوم الجمعة عادي الأولى 12.30 والثانية الساعة 2 إن شاء الله تعالى لا تنسوا زر التبرعات نحن في أيام ذي الحجة ويومين انتهينا فاستغل صدقتك في يوم من أيام ذي الحجة فإن العمل فيها مضاعف النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال في هذه الأيام حتى أفضل من الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال فتصدقوا وحرصوا على ما ينفعكم بإذن الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أجمعين وأن يغفر لنا ولكم أجمعين اللهم تقبل منا وقبلنا وعافي وعفو عنا وسامحنا والطف بنا واسترنا وفرج كروبنا والمسلمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا واسترعوراتنا وأمن روعاتنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم اختم بالسعادة أجالنا وبالصالحات أعمالنا وتوفنا وأن تراضن عنا يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة التامة في الدين والدنيا والآخرة قبل أن أستودعكم الله وأقول تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير وذكر الجميع بصلاة العيد في البيوت صلوا العيد ركعتين في البيوت جماعة من غير خطبة نسأل الله القبول لنا ولكم وإلى اللقاء في الأربعاء القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله